مئات والهكتارات من القمح والشعير آلاف الأشجار المثمرة المختلفة طربية المواشي والدواجن شعب فلاحية مختلفة اختحمها فلاحو قابل الفجوج ببلدية الشمرة بباتنا من بابها الواسع وتمكنوا من أن يحولوا هذه المساحات من أراضي قاحلة جرداء إلى جنان خضراء أردنا تقريب ألف ومئتين لونجاس وتقريب ألف عين بقرة المهم وعندنا ها هي كمنا السفر يشرب بالصح المشكلة العمية السعيد احنا مشكلتنا هو تاع الكهرباء لكو حنا عدنا تقريب من جيتنا هنا في 2019 وحنا في المشكلة هذا حكشوف الموليدات الأعطاب وغلبنا اليوم الفلاحين هنا كامل رموا هددين باش يوقفوا يوقفوا النشاط المتحم هراني حرط لهنا منا ثمان قطارات اللي هنا ثمانية اللي هي هربعة ها هربعة أكل كل واحد ثمان 18 قطار ايه هاي حمراء هاي هذي اللي شربت هذي راني ثلاثين مليون دروك تجيشتها لكن انعدام الكهرباء واعتماد فلاحي قابل الفجوج على مادة المزوت لاستخراج مياه أبارهم الارتوازية بتكلفة باهظة مشكلة قد تتسبب في اندثار هذه الخيرات الفلاحية وعلى رأسها مادتي القمح والشعير ورانا نمشي وتسميه بطريقة تقليدية جدا 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 ورانا معرضين لإختار كبيرة نتع في اي وقت هذا المولد هذا يحبس وهذا الفلوس اللي راك تشوفه كامل الله قدر الله قادر التخنيك يعني احنا واش نقوله اليوم نطالبوا منصونا القاز يولدي تفعلنا هذا المشروع تعملنا تقضل وتعلق هربعة الفلاحية هاك تشوف هذا الخير هذا كل اللي تعبت عليه هاو راح يفسد على جال الجروب وش بيه منطقة غاب الفجوج تتربع على مئات الهكتارات الفلاحية ذات الجودة العالية التي بقيت دون استغلال بسبب افتقار المنطقة للكهرباء في مشكلة حالت كذلك دون استمرار الكثير من الفلاحين في تطوير العديد من الشعب الفلاحية ما يتطلب دعم ومرافقة فلاح المنطقة